أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام على ما تنعم به دولة الإمارات من استقرار وأمن باعتبارها واحة للسلام والخير موضحا أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل جانبا مهما من الاستقرار الحقيقي وسلاسة اتقال الحكم في هذه الدولة الشقيقة وأعرب وزير الإعلام في تصريح لصحيفة البيان الإماراتية عن خالص التهاني والتبركات للشعب الإماراتي الشقيق بهذه المناسبة التي تمثل بدء مرحلة مهمة على خطى المؤسس زايد الخير واستكمال الدور الريادي للراحل الكبير الشيخ خليفة بن زايد رحبه الله وأشاد وزير الإعلام بما يمتلكه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من قبرة في إدارة شؤون الحكم والدولة وما يوليه سموه من اهتمام بالغ بالعلاقات البحرينية الإماراتية وما يحرص عليه سموه من تواصل مستمر مع أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا والتي تجسد حجم وشكل العلاقة الثنائية التي تربط مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بدولة الإمارات الشقيقة والمبنية على أسس من التاريخ الممتد والمصير المشترك وقال سعادته أن المتابعة لتطور ونمو العلاقات بين البلادين الشقيقين يدرك خصوصيتها ومكانتها على صعيد العلاقات البينية بين الدول كونها نموذجا يحتذا في تطابق التوجهات والرؤى سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي وأكد سعادته أن دولة الإمارات تتبع نهجا ثابتا وإيمانا راسخا بقيم الخير والسلام والتسامح ومتى كانت هذه القيم تقود الخطى لا بد أن يكتب لها النجاح كونها توجهات حقيقية وصادقة وهو ما أعطى الدولة الشقيقة مكانتها التي تليق بها على مختلف الصعود وهي القاعدة المتينة التي تتبناها مملكة البحرين ودولة الإمارات في مواقفهما الثابتة التي تميز سياساتهما ودبلوماسيتهما وعرب وزير الإعلام عن تمنياته لصاحب السموة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة كل التوفيق والنجاح نحو تحقيق المزيد من الرفعة والازدهار لدولة الإمارات وشعبها الكريم